ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لذلك لا يُقَدَّمْ على الكتاب والسنة قول أحدٍ كائناً من كان ففيهما الهُدى والشفى والكمال وفيهما النور وهو الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أهل السنة لهم قواعد في تقرير هذه العقيدة أول هذه القواعد أن مصدر التلقي عندهم هو الكتاب والسنة وتعظيم النصوص نصوص الوحي والوقوف عندها وأن النص من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة هو الأصل الأصيل وعليه المعول والاعتماد في تقرير العقيدة فإن العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة هي الحجة بين الله وبين خلقه ولهذا هو معنى كلام السلف لم يؤصل أهل السنة والجماعة في أخذ العقيدة من غير الكتاب والسنة لأن في ذلك النجاة والفوز النجاة في الدنيا من الشرك والبدع والأهواء والمخالفات والنجاة في الآخرة من عذاب الله وناره ومقته ومن عدلة أهل السنة على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة عدلة كثيرة ولكن نأخذ بعضها حرصا على الوقت منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالردو إلى الله تبارك وتعالى هو الردو إلى كتابه إلى القرآن الكريم والردو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الردو إلى سنته ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن كتاب الهداية من جعل القرآن أمامه واستنار بآياته وتدبر كلام الله عز وجل واهتدى بها فقد اتبع الحق واهتدى بالهدي المبين وبالوحي الصادق وهو ما كان عليه الرسول والصحابة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني للطريق الصحيح القويم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فالله عز وجل نفى الإيمان حتى يتم التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس فقط بالتحكيم بل لابد من التسليم لكتاب الله وسنة رسوله فنفى الإيمان حتى يتم التسليم وينتفي الحرج في تحكيم الكتاب والسنة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما لذلك لا يقدم على الكتاب والسنة قول أحد كائنا من كان ففيهما الهدى والشفى والكمال وفيهما النور وهو الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فنفى الإيمان حتى يتم التسليم وينتفي الحرج وقال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فما آتاكم الرسول فخذوه الذي آتانا الرسول الكتاب والسنة وما نهاكم عنه فانتهوا نهاكم عن البدعة وعن الضلال وعن المعاصي وعن غيرها ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الذي يحييكم هو الكتاب والسنة وكذلك جعلناه الكتاب والسنة حياة للقلوب ونور يستضاء به استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فلذلك أنت تطلب الثبات وتطلب الهداية والثبات على الحق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت له عائشة يا رسول الله أم المؤمنين تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تقول ذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فيقول يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يدعو ربه أن يثبته على الحق وأن يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه فلذلك يدعو الله عز وجل أن يثبته حتى الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكذلك جعلناه الله عز وجل جعل القرآن جعله نورا وجعله وحيا وجعله هدى للمتقين قبلها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والليمة سمى الله القرآن روح لأن فيه الحياة وفيه حياة الناس واستقامة أحوالهم فإذا نبذوا الكتاب والسنة والعياذ بالله هلكوا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فهو روح وهو نور فمن تركه ظل وعاش في الظلام والعياذ بالله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه في رواية ومثله ومثله ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر